وقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي اليوم ثاني مؤتمرتها الصحفية للإعلان عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة القادمة مع تسليط الضوء على ما تم من إجراءات منذ تاريخ تدشين الحملة الرسمية خلال المؤتمر أكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أنه نظرا للظرف الاستثنائي الذي يتمر به البلاد خصوصا في ظل تطورات القضية الفلسطينية فقد تقرر وفقا لتوجيه المرشح تسخير كافة الإمكانات والجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا دعما لأشقائنا في فلسطين دعيا جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية كما أعلنت الحملة عن الاستمرار في مقابلة الخبراء في كافة المجالات والاستماع لرؤياهم وأفكارهم في المجالات المختلفة لبحث كافة الأراء المطروحة لتقوم مجموعة العمل المعنية بوضعها في صورتها النهائية تمهيدا لعرضها على المرشح لتبنيها ضمن رؤيته الانتخابية وجهت الحملة الرسمية الشكر لوسائل الإعلام والصحافة على حضورها وعلى تغطيتها المستمرة للإجراءات والفعاليات المتعلقة بالحملة الرسمية وبالانتخابات الرئاسية بمهنية وموضوعية وحياد وطلبت الحملة الحضور بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة وأشار المتحدث باسم الحملة إلى أن المحددات الأساسية للحملة وفق ما وجه به المرشح فهي غير نمطية وقائمة على الحوار والتفاعل ومرنة في تشكلها وهيكلها التنظيمي أيضا منفتحة على الجميع وأي محب لمرشحنا فهو جزء من الحملة الانتخابية كما أنها جامعة وعابرة للأحزاب والجهات والكيانات وجوهرها الشباب سواء بداخل مكتبها الفني أو الكيانات كمان ادعمة لها وضح وقال أن الحملة طلبت من الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الحساب البنك المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية اللي بيقوم بها المرشح وأضاف أيضا المستشار محمود فوزي أن الحملة لمست تجاوب كبير وتأييد واضح لموقف مرشحهم خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأكد أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح وبالنسبة للحملة ليست قضية انتخابية ولا مجال فيها لأي مزايدات واستعرض خلال المؤتمر أرقام وإحصاءات لقاءات اللي تمت مع الخبراء الوطنيين المستقليين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وفي غيرها من جميع الاتجاهات على مدار الشهر السابق من 8 أكتوبر وحتى أمس 8 نوفمبر 2023 وقال أنها عقدت الحملة حوالي 75 لقاء منها 3 زيارات خارجية وكمان التقد بحوالي 203 جهة بتمثل مؤسسات وتحادات ونقابات من أيدوليجيات مختلفة وأفكار واتجاهات مختلفة أيضا قال أنها استقبلت 1600 زائر بمقر الحملة الرسمية من فئات المرأة والشباب طلبة جامعات عمال فلاحين رياضيين رجال صناعة واستثمار ومثقفين وفنانين أشار أيضا إلى أن الحملة التقد بخمسين حزب وعشرين نقابة ما بين مهنية وعمالية وكيانات شبابية فضلا عن استقبال عدد من الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وده للاستماع لأراءهم وتمهيد لتجميع وثيقة تشمل تحديات المواطنين المصريين سواء من الناحية الفئوية أو الجغرافية وهيتم تسلمها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كمان عقدت الحملة عدة لقاءات مع المصريين في الخارج وده كان لبحث سبل التفاعل الدائم فضلا عن وفود من سفراء بعض الدول الأوروبية بالإضافة إلى لقاء موسع مع السفير الفلسطيني بالقاهرة وأعضاء السفارة وأكد أن رؤية المرشح عبد الفتاح السيسي للمرحلة المستقبلية بتشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية وهتكون جامعة وطموحة بتحمل كثيرا من الأمل وبتتطلب كثير من العمل لكنها تضمن الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا ده حسب طبعا ما يعني أدل به المستشار محمود فوزي عن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر